البداية ستكون بك سيد محمد مرجاني بالحديث عن قطع السكن في الجزائر لحقق إنجازات كثيرة خاصة خلال ثلاث سنوات الأخيرة 2020, 2021, 2022 حيث تم توزيع عدد هائل من السكنات في محطات تاريخية وهامة خاصة عندما تحدث عن سنة 2022 كسؤال أول هل كان تقدم لنا الحصيلة بالأرقام عن عدد هذه السكنات التي تم توزيعها وتسليمها شكرا لكم أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة شكرا على حفوة الاستقبال لكم ولطاقم النهار مرحبا بكم نذكر فقط بأن في الثلاث سنوات الأخيرة سنة 2020 إلى غاية سنة 2022 تم توزيع أزيد من 920 ألف وحدة سكنية بجميع السياغ تتوزع على النحو التالي أزيد من 300 ألف وحدة سكنية بالنسبة لسيغة السكن العمومي الإيجاري أزيد من 300 ألف وحدة سكنية بالنسبة للبيع عن طريق الإيجار 166 ألف يعانى موجهة للقضاء أو لموجهة لبناء السكن الريفي 88 ألف يعانى كذلك موجهة لبناء التزيئات الاجتماعية وكذلك 76 ألف سكن بالنسبة للترقوي المدعم أو بما كان يسمى سكن التساهمي تشدر الإشارة بأن هذا التوزيع الهائل والكم الهائل من التوزيعات تصادف مع المحطات التاريخية البلاد آخرها فاتح نوفمبر حيث عرفت توزيع أزيد من 160 ألف وحدة سكنية بجميع السياغ كل هذه البرنامج ما زالت الحركية في قطاع السكن ويرتقب المزيد سنة 2023 وكذلك سنة 2024 نذكر بأننا دخلنا سنة 2023 ببرنامج يقدر ب740 ألف وحدة سكنية بجميع السياغ هو جاري الإنجازها ضف إلى ذلك ما سوف يتم تسجيله خلال كذلك هذه السنة أزيد من 225 ألف وحدة سكنية أي ما يناهز مليون وحدة سكنية تكون في الميدان بمناسبة سنة 2023